موسيقى طبعا الوسطية والتسامح تعد من المبادئ التي يجب ماذا التي يجب أن نعمل بها لأن تطبيقها بيأدي إلى إزالة كل أسباب العنف لما يكون شخص متسامح لما يكون شخص عنده وسطية مش متعصب مش متشدد فبالتالي هذا الشيء إن طبقناه سيؤدي إلى إزالة أسباب العنف والتعصب والكرهية بين البشر بالإضافة أنه بنحقق غاية الشرائع السماوية التي حكينا في قواسم مشتركة كلها متفق عليها منها المحبة والعدل والسلام إذن تطبيق الوسطية والتسامح يؤدي إلى إزالة جميع أسباب العنف والتعصب والكرهية ويؤدي لتحقيق غاية الشرائع السماوية التي أكدت على المحبة والعدل والسلام فبالتالي يجب هناك تطبيق الوسطية لأنه تطبيقها زي ما حكيت لك شو بيسوي؟ كل عنف وكل تعصب وكرهية رح ينزال بسببها وتتحقق غاية الشرائع السماوية أولا الوسطية بدنا نعرف شو يعني الوسطية وسطية يعني توصر من اسمها وسطية يعني توصر لا تشدد ولا تراخي هي منهج فكري قائم على اعتدال أول ما تشوف كلمة اعتدال الإنسان على السريع وسطية ممكن يجيك سؤال بالامتحان الوزارة والوزارة بهذه الوحدة بتحب التعريف ومنهج فكري قائم على اعتدال الإنسان أول ما تشوف كلمة اعتدال الإنسان على السريع بتحط إيش؟ وسطية إذن الوسطية منهج فكري قائم على اعتدال الإنسان في أموره الدينية والدنيوية يعني مش شرط بالدين بالدنيوية ما تكونش متشدد بموقف معين بدك تكون راخب بدك تكون متوسط في هذا الشيء بعيدا عن الإفراط والتفريق تمام تمام إذن وسطية دعت الشرائع السماوية لتطبيقها لأنها بتأدي إلى إزالة العنف والتعصب والكراهية وتعريفها هي عبارة عن منهج فكري وموقف أخلاقي قائم على اعتدال الإنسان في أموره الدينية والدنيوية بعيدا عن الإفراط والتفريق وتعد من أبرز خصائص الأمة الإسلامية حط اللي خط عليها عندك بالدوسية أبرز خصائص الأمة الإسلامية الوسطية الأمة الإسلامية هي أمة وسط وجعلناكم أمة وسط تمام تمام إذن الوسطية تعد من أبرز خصائص مين الأمة الإسلامية وتعد من أبرز خصائص الأمة الإسلامية لأنه ببساطة ديننا الإسلامي قائم على اعتدال الإنسان واعتداله في أموره من غير أن يكون هناك تشدد بل يكون هناك توازن واعتدال وتوسط ويسر دين الإسلامي دين يسر وليس دين عسر كما دعا الإسلام إلى الوسطية الشاملة للحياة في جوانبها لأنها بتحقق أهداف هاي الأهداف تكون نبيلة في حياتنا وفي مجتمعنا إذن الوسطية من أبرز خصائص الأمة الإسلامية لأن الدين الإسلامي قائم على اعتدال الإنسان وتوازن ووسطيته ودعا إلى تحقيق حياة تضم جملة من الأهداف النبيلة في حياة المجتمع فسر الدين الإسلامي ما كان يوما إلا حربا على نزعات الغنو والتطرف والتشد وهنا جلالة الملك عبد الله الثاني يوضح ويفسر أن الدين الإسلامي دائما يقف ضد من هو متشدد ومن هو متطرف الإسلام دين الوسطية دين التسامح وذلك لأنها تحجب العقل عن تقدير سوء العواقب لما تكون أنت غير متوسط لما تكون أنت متشدد رح يأدي ذلك إلى عواقب واندفاع أعمى قد يكون خارج الظوابط البشرية سواء دينا أو فكرا وهذه ليست من طباع المسلم الحقيقي الذي من صفته التسامح وصدره منشرح ويسامح من أساء إليه ويرفض هذه كما ترفضها الديانات السماوية السميحة جميعها الآن بدنا نحكي عن أهداف الوسطية في الإسلام احفظ لي وصول قيام إضفاء نشر هذول أول كلمات احفظ لي إياهم لأنهم سهلوا عليك الوصول قيام إضفاء نشر الوصول إلى الحقائق بعيدا عن الميول والأهواء ركز لي عليها الوزارة بتحب تخربطك بضع دائرة قيام الإنسان بواجبه من غير إفراط أو تهاون اضفاء معاني الاستقامة والخير عمين على المجتمع مش بس على المسلمين بدك تنتبه نشر المحبة وتقبل الآخر ونبذ التعصب والحقد اللي حطيت لك عليهم دائرة ركز لي عليهم لأنه بضع دائرة بيجيك أحد التالية لا تعد من أهداف الوسطية بالإسلام وبيغير لك واحد من هون يعني بيحكي لك مثلا قيام الإنسان بواجبه مع إفراط أو تهاون فبدك تكون صاح إذن هناك أهداف للوسطية بالإسلام ومن هذه الأهداف الوصول إلى الحقائق بعيدا عن الميول والأهواء وقيام الإنسان بواجبه من غير إفراط أو تهاون وإضفاء معاني الاستقامة والأمانة والخير عمين على المجتمع ونشر المحبة وتقبل الآخر ونبذ التعصب والحقد هذه الأهداف هي أهداف الوسطية بالإسلام الوصول قيام إذفاء نشر ووصول إلى حقائق قيام الإنسان بواجبه من غير إفراط إذفاء معاني الاستقامة والخير على المجتمع ونشر المحبة وتقبل الآخر ونبذ التعصب والحقد اشتركوا في القناة